مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم في هذه الضغطية العاجلة حول قرار المستشار حماد أصاوي النائب العام بإحالة مالك شقة زمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لإتجارهما في الأثار بإعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلتها وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للأثار ولم يخطر المتهمان المجلس بها لتسجيلها خلال البدة المقررة قانونا مع المهمة بأثرياتها فضلا عن إخفائهما 119 قطعة من منتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها هذا وكانت نيابة العامة قد قامت الدليل قبل المتهمين من شهادة 16 شهدا من بينهم حراس العقار محل الشقة وحد جيران المتهمين ووكيل قسم مباحث الأثار مجرئة تحريات فضلا عما تبين لنيابة العامة من معينتهما للشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها إضافة إلى ما تمكنت نيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدسة كما أقامت نيابة العامة الدليل قبل المتهمين من جهادة عضاء اللجنة الأثرية المشكلة بقرارها برئاسة الأمين العامة للمجلس الأعلى للأثار وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهمة التي عثرت عليها نيابة العامة إضافة إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للأثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه وأن المتهمين غير مسجلين كحائزي أثار كذلك أقيم الدليل مما تبين لنيابة العامة من إطلعها على المستندات الهمة التي تم ضبطها وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات من قبل اللجنة الأثرية وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصاحة طب شرعية حيث كان حصل الدليل المستمد منها علم المتهمين اليقيني بحيازتها وأنهم بحيازة قطع الأثرية وإتجارهما في الأثار هذا وكانت نيابة العامة قد استدعت المتهم لاستجوابه وما كانت دفاعه من الإطلاع على مفرادات القضية واستجابت إلى طلبه بتعيين جلسة محددة لحين قدوم المتهم الخارج البلاد وممثوله أمامها ألقت القبض عليه ووجهته خلال استجوابه بما جمعته من أدلة قبله وأمرت بحبسه احتياطيا لحين إتمام التحقيقات معه والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته ودوجته إلى محكمة الجنات والأمر بإخلاء سبيله إذا ما سدد ضمانا ماليا قدره مليون جنيها مصريا وذلك لإعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيا المنصوص عليها قانونا والتي لا صلى لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقا بالبلاد أو التي يشغلها الآن خارجها وقد أمرت مع إخلاء سبيله بإدراج اسمه وزدته على قوائم الممنوعين من السفر مع ضبط إحضار الأخيرة التي ثبت في التحقيقات هربها داخل البلاد وختم أن فقد نسخت النياب العامة صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأن ارتكاب المتهمين جريمة تغسل الأموال المتحصلة من الإتجار في الأثار وتحفظت بها على باقي المضبوطات بأعتبارها من تلك المتحصلات كما أمرت بنسخ صورة أخرى لاستكمال التحقيقات بشأن ما أثير حول دور آخرين بالواقع هذه كانت كافة التفاصيل حتى الآن بتأكيد سنطلع حضراتكم على مستجدات الأمر أول بأول من تلفزيون والسابع أشكركم شكرا جديدا للمتابعة وإلى اللقاء